المصرية القائمة على ضرورة الوقف الفوري والدائم والشامل لإطلاق النار في السودان وهمية امتناع أي طرف خارجي عن التدخل في الأزمة باعتبارها شأنا سودانيا خالصا بما يسهل من نزع فتيل الأزمة ويحول دون تفاقمها هذه هي الرؤية المصرية التي تبنها الرئيس السيسي مع بداية الأزمة في السودان والتي تقوم على حقن الدماء وحفظ السودان وشعبه وامتناع أي طرف خارجي عن التدخل في الأزمة باعتبارها شأنا سودانيا داخليا وفي سبيل تحقيق هذه الرؤية تعددت الجهود التي قامت بها مصر دوليا وعربيا لنزع فتيل الأزمة الرئيس السيسي أعرب عن قلق مصر البالغ من تطورات الموقف في السودان وخطورة تداعيتها السلبية على استقرار السودان وطلب الرئيس السيسي في اتصال تلقاه من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتاريش الأطراف السودانية بتغليب لغة الحوار والتوافق الوطني وإعلاء المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق هذا الاتصال وغيره كان محور اهتمام الرئيس السيسي والدولة المصرية بكل أجهزتها حرصا على السودان وسلامته مصر كانت من أوائل الدول الداعمة للخرطوم بحكم علاقات الأخوة بين القاهرة والخرطوم حيث أطلقت مصر نداء مشتركا مع جنوب السودان بتغليب صوت الحكمة وأعلاء المصلحة العليا للشعب السوداني عبر وقف إطلاق النار فور وقوع الأحداث في السودان سارعت مصر بدعوة مجلس الجامعة العربية إلى دورة غير عادية على مستوى المندوبين ومن خلال سلسلة اجتماعات تبنت الدول الأعضاء قرارا يدعو إلى الوقف الفوري وغير المشروط لكافة الأعمال القتالية في السودان جهود مصر تواصلت من خلال الاتصالات والمقابلات التي يقوم بها وزير الخارجية مع نظرائه لبحث جهود التهديئة في السودان سواء الاتصالات التي أجرها مع رئيس مجلس السيادة السوداني أو قائد الدعم السريع فضلا عن دول جوار السودان وآخرها الرسالة التي نقلها من الرئيس سيسي إلى رئيس تشاد محمد إدريس ديبي للتشاور والتنصيق بشأن التطورات الجارية في السودان ودور تشاد ودول جوار السودان في دعم جهود وقف إطلاق النار والتعامل مع الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب السوداني الشقيق نتيجة الاقتطال الدائر وفي مجلس الأمن شددت مصر على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان محذرة من أي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية وفي كلمة له خلال جلسة المجلس حول الأوضاع في السودان أكد المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة استعداد مصر لمساعدة السودان على العودة لمصاري التهدئة مشددا على أهمية السعي الحفيف للحوار لحل الأزمة بداية تعرب مصر عن تضامنها التام والكامل مع الشعب السوداني الشقيق في أزمته الحالية والتي تفاقم من الأزمات المركبة والمتتالية التي عانى منها السودان على مدار سنوات عدة وتؤكد مصر استعدادها الدائم لتقديم كافة أوجه الدعم للخروج من الأزمة الراهنة والعودة بالسودان إلى مصاري التهدئة والحوار السلمي حقنا لدماء الشعب السوداني الشقيق وتعرب مصر عن بالغ أسفها لسقوط ما يتجاوز المئات من الضحايا والمصابين جراء الاشتباكات المسلحة في السودان وأكثرهم من المدنيين من الشعب السوداني الشقيق جهود مصرية متواصلة لوقف فتيل الأزمة في السودان وفتح باب الحوار بين كافة العطراف وتثبيت وقف إطلاق النار بجانب الجهود التي تبدلها الأجهزة المصرية لاستقبال الفارين من ويلات الحرب وتقديم كافة أوجه الدعم لهم ترجمة نانسي قنقر